السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورحبكم من جديد دائما معكم سيب اذا الحمد لله خوتي وفقني ربي واليوم ان شاء الله سأقوم باطلاق الطيور في السلاكة كما كم تشوون اطلقت اه ذكروا انثى ونزيد نبتح لهذه انا دائما كما كنحب نبتح لهم الاقفاص ونخليهم يخرجوا وحدهم علش باش كي يخرجوا وحدهم يعاودوا يجعوا وحدهم ليحب ياكل من القفاص كما كنا من قبل ياكل من القفاص ليحب ياكل من الارض من الماجوال اللي يديرهم في الارض كل واحد وشي يحب اشتهي كاين حاجة لازم اه تفهمها مليح شوف كاين طيور اللي كي تطلقها الطير عادي في السماة الطير وتلعب وكاين الطيور خاصة خاصة المولودة في الاقفاص بلك شدتوا من قبل في السلاكة اللي كانت عندي من قبل هذي سنتين كان عندي واحد ذاكر اطلقتوا ما حبش يطير الفوق ما حبش يبقى غير التحت اه عندي زوش في المالات راح نطلقهم واحد اخرين واحدة مولودة في القفاص واحدة عندها خمس سنين معاقة هذي مدها لي واحد صديق ليا معاقة من رجلها وزيت فاني عندها اعاقة في جناح ما نشعب اسكو الطير ولا ما يطيرش عندها جناح بالي مكسر يرفرب نوره ما كي تحكمها يرفرب لكن ان شاء الله راح نجربه معاها ودايما راح نجرب حساباتي عندي بعض الاحتلاطات نديرهم ندير الاكل كذلك في الارض شوف هذه هي اللو في المالي عندها خمس سنين عندها اعاقة في رجلها واعاقة في جناح هاي الطيرها بدأت شوية الطير الحمد لله كم شوي جناح اللي منقع مكسور هوا مكسور لكن يرفرب في طير في الاول في الاول راح تجيها صعيبة في الاول عملية الطيران تجيها صعيبة هاكم تشوفوا ها ها هلي مسور هاكم ها هاي غيرت خبط حالتها لا حالة وراح تقعد في الارضة على بلي بلي ما رحش الطير ما رحش الطير وهذه الزاوجة هذه الانثة المولودة في القفل شوف هاي هاي هذي فرخ الفين وربعة وعشرين هاي هنا نفس الحكاية على ذيك نوه هكومة الحاجة كي تطلق الطير في السلاكة راقب ابقى في السلاكة مدة يعني ابقى مدة تعني ساعة ولا حتى تراقب الطير تاعك الوضع انتاهم ما نشي تطلقهم وتروح زاد ودير الماء الاكل في الارض ودير الماء في الارض ممكن بعض الطير اللي كما الحالة هذه ممكن معاقة ولا مكسرة ولا طيور مولودة في القفص تتهابش تطلع الفقر هاي ما زال ما تعودتش الضغر بشوية بشوية تتعود شوف هالها وما رحش تحركها رحش خليهم في بلايسون ما يتحركوش هذي الطير نورما متعود على السلاكة متعودة الطير نورما لكن رجل شوف هنا لقى اللقفص والاقفص الابواب في ثلاثة عندي هنا لسيباراسيو هذو نخدم هذو لسيباراسيو اللي عنده كاجات كبار يحلهم في ربعه هذا حل مؤقت بركة لهذا الاقفاص بعد مدة ان شاء الله رح ننقلهم في الجهة اللي ملهيه ونخليهم شوف الضاكر ما شاء الله هذا الضاكر رح هو الديلكت ومولي القريت هيكل في الكالسيو ما ما يهبش زيدهم هذي الانثة نعم الانثى ما شاء الله هذي ما ادرتهم هذي الايام مع بعضهم يتعودوا على بعضهم ومن بعد اطلقتهم شوف هذوك ها احسن ها تحركتش ها شوف ها تذكره اني نقول لك راقب الطيورتاعك شوف ها شوف ها ها يتعاود تهوض الارض شوف هاذ الغلطة بزاف اللي داروها الناس بزاف طلقة الطيور بسلكة وبعد جاء القار يا اما طيور لاسقت له في حاجة يا اما قاها ميتة ميتة بالجوع ولا ميتة بالعطش وهذا هو السبب خاصة قلنا المولودة في الاقفاص شوف شوف قادرة قادرة زي الطير قادرة تحط في الشجرة قادرة تدير اي حاجة لكن اكم تشوفوا ها 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 شوف اكم تشوفوا هذا هو المشكل لاني لديك نجد لكم فيديو راني مطول به بما اني راني قاعد الرقب في الطيور انا قادر نجد لك فيديو انتا على دقيقة وزوج والسلام عليكم لكن نحب دائما نوصل لك المعلومة وتفهمها مليحة تشوف صوت وصورة ماشي غيه هضرة وخلاص وكملنا لازمك تشوف بالصوت وبالصورة شوف هنا الزوج ها هذا ذاكر مع الانتا شوف الانتا كي تتبع بالضاكر صغل بك تعود ترجع على الشجرة ها هي هنا فوقها ها عود ترجعت هنا كي تتعلق الانتا بالضاكر صحيح تبقى تتبع فيه وقلنا لكم وقدرتها من قبل قلنا اثناء مرحاة الراحة تلقى الاينث هي اللي قاعدة تدير في ليمانيا وهي اللي قاعدة تتبع بالضاكر ومن بعد ينقلب الوضع بعد يولي الماء كي يبدأ في الجهوزية هو اللي يبدأ يلاحق في الانتا هنا هنا رحيت تولي عملية الاختيار اختيار الزوجين لبعضهما في الحالة ها بيانا عندي ذاكر واحد حاليا عندي ذاكر واحد لغالب درت الروطار ما حبيتش نطلق وكنت بغير نخدم الخدمة هذك تعال دير كل ذاكر مع انتا بالقافص تعودوا لبعضها مدة اسبوع لا اسبوعين ونطلق لكن لغالب ما شريتش ذاكر اخرى جبت غير ذاكر هذا هاركم تشوف ايه مع الانتا اي حبة تاكل هي القريطة ما شاء الله على الاقل شوف شوف سبحان الله الطيور كيتلقها بسلاكة ماشي كمالاقفاص متعة 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 دير كرسي ورجل فوقرجل وقابله متعة قامنا الانتا الاخرى من هي شوف الاخرين ها شوف ما يتحركوش ما يتحركوش ما يتحركوش لازم تبدأ تخدم معاهم يتحكمهم انت تطلعهم بك شجرة فرص يدرع يا تخليهم الصباح اللي حشية كاش ما يديروا والمشكلة هذه الحكاية جربتها مع باكر كان عندي من القبل في السلاكة لي كانت عندي من القبل والله غير طلقته وقعت بقيت 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 بساعتين والله ما تحرك وروحت ووجيت وروحت ووجيت حتى اللي حشية لقيته مازال في الارض يحوس شوف هذي الزوجين مايشاء الله كيت اقلموا بالخف هذا وين ثلقتهم ان شاء الله باذن الله الاخرين هاجت لانثى هذه الثلاثة اللي كانت تتفكوش ان شاء الله باذن الله الطيور الاخرى بركت اقلم سيرتوا هذيك المعاقة هذي المعاقة من رجلها عندما لا ثلقتها في السلاكة وما ديهالي سيد تطلقى السلاكة. لانه اه السلاكة ترتاح. توالمها اكثر من القفص. والطيور والطيور اللي عندهم اعاقة. اللي عندهم اعاقة ممكن في رجليهم ولا بسباحة مولة. ناكد لك انه السلاكة هي الحل المناسب لهم. يرتاحوا نفسيا وقدرينين جوا عادي. انا مذابية تنتج هذا الانثى. على البال عندها اعاقة في رجليها في زوج. رجليها في زوج عندها اعاقة. وعندها اعاقة في جناحة. بالرغم من هذا ان يطامح بها تنتج. مذابية ان شاء الله نجيب ذكور. مذابية واحد من ذكور يتعلق بها هي. يتعلق بها هي. ان شاء الله بإذن الله نجربوها اسكو تنتج ونشوفوه ما يجيب منها. المشكلة وراها ندل اعاقة ما فهمتهاش. اعاقة قلت بالك لسقط في حاجة واضطردك. رجليها في زوج واحد اصبع عواج من ضاير من. ورجل واحد اخر قاعد ضايرة والله ما فهمت. هم هنا ما زالك تشوفها. هذي بتلقافها صحيحنا. هذي بتلقاف. زيد نخبركم هات الحكاية. هذي اللي شريتها الفيفي هذيك. شتوها. اللي جبتها الخطرة اللي اولا. هذي اللي طارت مليه. جبتها فيفي. مالها عاودة تغيرت عندي الريش وطلعت نورمال. على هذيك هجمعاء كيتشريت طفرح رزروحك. كيتشريت طفرح رزروحك. شريتها فيفي. كانت باين الفيفي ما شاء الله وشيتها بسعر غالي شوية. بدلت عندي ريش راهي نورمال راهي كلاسيك. هاشوشو ما حبتش. شكرا. شكرا.